مقدسنا بسم الله الرحمن الرحيم مطالع شري جميعون أنا عدد هنتكلم على موضوع في جزء كثير بيسيك وفي جزء جزء وفي جزء يعني أساساً هو رأي الشخص في موضوع اللي هو understandingmoteologenist metade والحية اللي هو دائماً كان دامني زبني إن انا أكلمه عن موضوع ده هو أمور حية كان كل ما يجب ترعي ويقول لي في الكمنس فأنا شايف مفهومة وبعديا وحدة وحدة فأنا نعمد الحضر لهيك وربطين فيه إن شاء الله هذا شكرا احسن يفهم البيترس بيس هو يقضي وكي تفكير على عملي في رغماطيجنال التحشمات افهم بالمشكلة في علاقة البيترس مع الرجل المشكلة أساسا تلك تبقى عند البيترس بيس يعني يعني كلنا أن البيترس بيتارشابل لغاية البيترس بيس من عند البتريس بيز البتريس والراتنا بيبوحت عه طيب في أبنورمال ريليشن في المنطقة ده هيد أو في أي حتى موجودة في الراتنا ما بين البتريس والراتنا ده ممكن يحصل عادة أنه هو سبب التاجمت أو سبب كتير قبل ما يحصل التاجمت طيب الريغمتوجيات التاجمت occurs by abnormal bitter retinal relations that includes breaks with vigorous bitterest movements as during trauma or BPD عادة أن تفن بيحصل مع البروستس بتاع BPD سواء كان حصل BPD أو ما حصلش أو مع التراوما لأن حركة البتريس هيد ممكن تشد على الحتة الأبنورمال ده هيد وتلقى البتريس بيز might be posteriorly displaced أو circumferentially contracted دعون هنا بقى هنتين نكلم على إن إحنا نفهم الموضوع بايس عشان ما احنا بنعمل العملية اللي بعدين احنا بنعملين في الصورة دي من كازكي بصورة جميلة وطقفة ومعبرة لو هنجي نبص على التير الأولاني ده احنا نبص هنلاقي إن التير دي تير كبير كمان التير الكبير إنه هو لو بصينا على الـ edges بتاعت التير وإنها rolled هنتخيل حكتين هنوزين هنتخيل حكتين إن البتريس من هنا لهنا shortened فعمل circumferential contraction فعمل كده الحاجة التانية البتريس من هنا لهنا ومعشان كده عمل rolled edges طيب لما هنجي عمل بتاعتني هنا لازم أقنصدر الموضوع ها هو بحيث إن أنا تريليف التراكشن من نقطتين دول هما نقطتين مبينين زالت المنطقة دي كلها بغاية تانية في أكثر حتة مهمة عندي الماجعة عن بتاعتني فإيه بس أقول نقطة مهمة جداً إحنا ممكن نعالج راتنا البتريس بأير بابل تمام؟ مش الناشي البتريس كله ممكن نعالج راتنا البتريس ببطري مش الناشي البتريس كله وحتى أهم لو ما عملتش الكلام ده البتريس برضو ممكن ترجع مكانها بس أحنا نتكلم على نفس الـ ideal surgery هتحسن للإنسدنسز بتاعت إيه إن ما حصلش لكاملس وقادي برضو تير أهو شايفين الـ road edges تمام؟ ولو وصينا على الصورة تيه الصورة ديها في جميع إحنا هنا لو تخلنا إن الـ هو الـ هتلاقي ماشي كده ماشي مع الـ الـ طبيعته إن هو يمشي كده تمام؟ يبضل ماشي كده في نفس الإيد في نفس المكان أو في نفس البار من الأوراس مع الـ مع الـ مع الـ مع الـ تمام؟ هيلضل ماشي كده والمفروض إن هو يبقى ماشي بطريقة منتظمة بيبقى 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 بـ 68 درجة يعني بعد الـ بتريس بيزة عن الأوراس سررتة المفروض إن هو يبقى تقريبا مساوي في كل الأماكن كما اللي حصل إحنا قد الـ بتريس بيز كان ماشي كده وبعدين راح جاي كده وبعدين راح ماشي كده وراح جاي كده كمان؟ فإيه اللي حصل؟ لما حصل بـ سير بيترس تتاكي من الحدد تقطع كمان؟ فالـ الـ موجودة هنا و الـ موجودة هنا لما يكون عندي اثنين تيرز جنب بعض عادةً بلاقي إن هنا فيه شورتن من جل بيترس لشان كده لما بنيجي نعمل التتركمي هنا لازم تعمل شايفينج حوالين ده شايفينج هنا وتتأكد إن المنطقة دي ببقاش ديها أي نوع من الأنواع التركشن بسبب الشورتن طبعا ولو وفدي فيها التركشن يعني الحاجة محنا نتكلم إن احنا بنقلل الإنسان سابريكاركس همان؟ إنما غالباً مش هيحصل حاجة بس غالباً ممكن نحصل بريكس بس لو أنت عمل لازر فراغ هو غالباً مش هيحصل حاجة بس احنا منتكلم انت داخل تعمل التركشن انت فاهم كويس هو لا انت غصب عندك فاهم انت على شون ما انتش قادر عشان visualisation بس انت عارف إنك انت هنا مازال فيك ما طرمش أنت انت من معالك وكي؟ فهو زي ما نقول هكي الموضوع كله في الآخر انسبت برضو هنا هنلاقي إن هنا كانت فيها abnormal relation كانت فيها tight attachment effectively وعمل وعند دائماً عند فيها abnormal relation سواء حصل منه بريك أو لا هنا حصل بريك فبرضو حنتخيل إن بترس بايز ماشي كده وعمل التير هنا وكان ال relation هنا أقوى من هنا أو tightness بتاعة attachment هنا أقوى من هنا عشان كده ما حصلش هنا طيب هنبتدي نشوف بقى نطبع الكلام ده هوت فهننجي نعمل detractomy بعدها طيب أول حالة ممكن تعمل detractomy تتأكد إن انت عندك بصير بيتر attachment هتقولي طيب ما برضو لو ما فيش بصير بيتر attachment مول هفيش بايز أقوى من هناك مش بايز مش كده بس احنا نتكلم حالاً إن انت تدوء a better surgery طيب دائماً هنا هنا ما فيش بصير بيتر attachment تعرفت إزاي ما فيش بصير بيتر attachment إحنا شاكين هلتوا بولي دول شوف الموهمن بتاعتهم هنا طالما فيه موهمن كده يؤيدنا بي قداشت تمام؟ لو كافي بيتر attachment بيتش حقائي موهمن كده بتحاول تنجيج بتحاول تنجيج بيتش حقائي بيتش حقائي تمام؟ وعادتاً بنتبتدي upper nasal عادتاً كل حاجة عندنا عادتاً والأريلا فيش عندنا حاجة 100% وتبتدي إن انت تتحرك كده لغاية ما تحس إن ال engagement كان بايز لو انت لقيت إن انت مشاهد تعمل engagement بيتش حقائي ممكن تعمل بيتش حقائي بحيث انك توصل زي هنا يبقى انت مريب جداً أو ماسك فعلاً بيتش حقائي وهذا تبقى تبقى detachment وهتشوف الموهمنة هنا هتبقى عاملة زي براتنا بالdication كمان؟ كده انت عملت بيتش حقائي بيتش حقائي ممكن ما يكونش complete لو انت تتعمل بيتش حقائي ممكن إنها كنت تتكمل كمان؟ بيتش حقائي وهنا هتتعمل البتريكتومي وانت بتعمل البتريكتومي بتعمل بيتش حقائي بيتش حقائي وبعد نجينا عند الحتة هذه الحتة فيها بريك وحتة تانية فيها بريك شيفينج في المنطقة مهمة جدا شيفينج حوالين بريك ودي بريك تانية المنطقة دي كلها disease هنا في بتريس بيز في abnormal relation وفي posterior displacement وممكن معها circumferential contraction تمام؟ شوف انا بعمل راديال شيفينج يعني الشيفينج مش لازم في كل حالات انما الشيفينج لازم يقوم بيتش حقائي بتاع الشيفينج فانا هنا بعمل راديال شيفينج تمام؟ ولما هاجي عمل لازم انفور في الحتة ليزر براج عادتها منعمل ليزر على بريك بس الحتة اللي فيها disease بتريس بيز دي اللي لازم نعمل عليها الليزر كلها وبعديها لا هنا طيب واقفت راحمون شوية مستعملت هنا كورت ولا مستعملتش بتاعمل سليلون احنا نجيل القديم ما كانش حالدها بتاعمل سليلون تتعاولنا نشتغل من بتاعمل سليلون إنما لو أحسن لك انك انت استعمل تتعمل سليلون بتعمل وصف من نفس الناس تعودتوا بإيش محتاج لتتعمل سليلون ما تتعمل سليلون بس هو فيه كام اشو هنا مهم ان في الهايما يوكس وفي الأطفال يستحسن انك تتعمل سليلون انا كنت قالوا لا تتتعمل سليلون ممكن تعمل كمي دي وانك انك عملت كمي دي بس مازال عندك التروف ما زال موجود مش حيبان لما يرى بالتعامل سليلون تتعمل معا هنا اذا احنا شايفين حطينا التعامل سليلون التوصير بترا سليلون موجود التوصير بترا سليلون دي بري تن لير هنا كمان والدنيا الجاية تايت فانت ممكن تستعمل بيك أو تستعمل تستعمل فورسز أو تستعمل 23 جيش نيدل لذا انت تقليل بتنجاز بسيرو تاستر بلس برضو تخليك بريد روشيس ولكن انت سهل ما تتغير تطع بتاع الهايما يوكي المختلف بس ان انت وانت بتشد اضعط حاجة يعني هانا ده مكتدار فا مشيب الاير ايام بتاقي مش هون من التركيب طب طب بعد ما خلصنا الـ PVD هنبتدين نعمل الـ V-Track me وإدي برضو حالة تانية هنا فيه فصية V-Stachment وكان باين الـ Wise Link هنا ممكن يكون ما هواش توتر PVD لما بيكونش توتر PVD أنا متأكد الـ V-Attached هنا بس لو V-Stress مش Firmly Attached إذا انت بتعمل V-Track me مش محتاج ان اتشيره مثلها هي بالفوق الوحدة هنا أدي V-Track base في موترس بيس موجود انتيريور دي حتة بري نورمال كمام؟ لما هنجي على حتة الدزيز كمام؟ هنبوز هنلاقي الـ Posterior Petral Space أهو لا الـ Posterior Petral Space مور Posterior هنا التير هذه التير أهو بيس فأنا لازم أعمل شايفينج راديا كده حوالينا التير وأعمل شايفينج فوق الحتة اللي فيها الدزيز بترس بيس بشان بالقوانسط تعشيد ايه ده كنسب يعني كنتي برسة بس موظم نستر تقتنع انه مش مهم لكن تتعمل وذي وذي Fluid-Fluid Exchange من بعد ما عملنا بالإليف لالسلائل بعدها طيب في النقطة تي هنشرحها We need to focus on detrius configuration and or effect by working retinal configuration يعني عاوزين وانت بتعمل detrius بص على detrius وبص على detrius وانت بص على شكل detrius لو مش باين عندك شكل retinal movement بص على detrius بص على detrius بص على detrius configuration and or effect by working retinal configuration and movement during surgery ليه عشان أعرف نعمل شيء مفيد كلم بحنا قلناه and the way to do the laser برضو laser doesn't have a diseased area to reach as much as we can and to make a correction of the peasant okay هيا نشوف كلا برضو detriectomy بص هنا شكل retina retina detached here بص شوف شكل retina وتتحرك ازاي هتلاي فيها ازاي ازاي circumferential folds circumferential folds ها كل ده تخرب الشورت ممكن يكون الشورت من كده ممكن يكون الشورت من كده ممكن يكون الشورت من كده تعمل حتة المجدودة هنا اهي يزيد ويمكن أن أدري استطلاق أنه لا يوجد PBR لو كان من مراتنا كانت أكثر بتعليمتال تيل أنا رجاعي بتعليمتال إذا أنا رجاعي بتعليمتال تيل وده موقع كامل لها أحنا هنا مش هنكلم على PBR خاص أنا نكلم على primary detachment trigmatogenes فاعين جاي early من غير PBR نخط الله إذا نخط الله إذا نخط الله إذا كمان لازم يبقى توصل لجاية البيترس بيس ما تشدش هنا ما تشدش ما تحولش تكمل البيدي دي وانت شايف ان البيترس بيس بوستيلر هنا او شايف ان البيترس مش بتهاي تشد هنا ما تحولش تشد لك هتطع تبدأت شيئ جدا اه امام امام اوكي يالله يبعدو حالة تانية انه ابدتن من البيترس امام طيب هنا ده كان لدينا انا بعمله حتى بقولقول اوفرة عن هات لدي ودي هلا برضو طاعمة حول امام والتيب أبرتيب التاجمينت مش قولة التاجمينت معقول هنا شايفين البيترس بيس كويس وبعدين أعطي ترامسلون زي ما اتقعنا وبعد ما رأيش إنه في مزاقان دوليسة في سيرلترس فيس وهنا أدي التير نانو الشيفينج حوالي التير في ناس ممكن تشيل الأوبركن ده وردو ما فيش مشكلة ده حيريد الترانشن تمام فإنما الشيفينج حوالي المتحدة هي المهمة انها تزيلج sama بارضو قلت ماشي تشوف كل حتة فيها ان insert speed and captured بيرضو الي الحتة لحتعمل فيها الجمهد اشتغل مش عشر مساجل هنا برضو حنلاقي هنا الخطنة هو The Qugrade و هنا باين أن هنا يزاي circumfriction contraction في الرأتنا يصدر circumfriction contraction في البترس بيز و الشيفيك حيث يفعل طبعا اكيد أن تبشترتان 100% ميف إنما تدرتان على أدو ما تدر باين أن طبعا باين شفت البترس بيزاي البردية الشيفيك بهمية الى المترجمات سيدان لو حضرت مشاركي يعني أزارك مكنا مشاركي بشافين لكل يعني لو حاسة إننا هسيك حاجة باللازم عمري إحنا لو نشيل أي تشو بنشالها بطنسل مش علشان نشيل تشو طيب في حاجات تريكس كده معين أنت متكت تعملها أنت عندك مثل حاجة زي upper bolus detachment أو الشرط upper bolus في bolus detachment و أنت أوس تعمل proper shaving و حتى لو انت على shaving mode انت هت ممكن تقلت على البتر حتى ممكن تعمل البتر كده صغيرة زي الحالة جي شايفون البتراني تقريبا ورا البلانس تمام؟ على طول انت عندك BPD على طول ما عندكش أعمل BPD و تصل على طول على ال break تمام؟ شايفت؟ ده خطر إنك أنت تعمل كده با هتكمل كده صعب صعب عليك مش تقدر تشوف مثلا تشد طبعا هتروح على break وعمل drainage تعمل fluid-fluid exchange مش fluid يعني fluid-fluid exchange طبعا ده البريك الوحيد هتلاقي أن عم أطوله ذات أنا رجعك تدر أنت تكمل البتراج من تحتك من التحامل الأسهول بعد ما تخلص بقعه تعمل fluid-air exchange وتخلص بعيد ال... البتراج بيت البروز أمان؟ بس طبعا الشيرينج والدرانيج والإسهول طبعا احنا قلنا أن الشيرينج دائما عن ال-braids بعد ذات أن الشيرينج مرتبط بال-drainage بساعات تسمع ال-fluid-fluid exchange طبعا احنا قلنا... دعنا نراجع ال-steps بس إنجر احنا راح قلنا نراجع ال-braids نفس ال-braids حالة اللي جائعة حالة par-drainage بالأكد مالي من عمات طيب راح أخلص أدام بيشنة في الموضوع أنا بالخير من الثانيج وستطيع امان لتعمل درينج للصابات اللويد إيه طرق أنه تتعمل فيها drainage في الصبرات عن البروكة بالطريقة الأولى نية اللي حكوننا بنعملها زمان كان كل فلور كارلد ده كان حاجة جديدة في وسط بعد السنة من لها مشارة في مكراكتون فالبيلسس بتاعته ما كانتش والاستاروش تعني فاللي كنا بنعمله كنا بنعمل drainage retinatomy والdrainage retinatomy عشان كنا بنستعمل جاس وكنا بنتعلم عن drainage retinatomy بيبقى upper nasal حوالي 2disk diameter than 1disk وليه انت بتعمله posterior كده علشان البرانage retinatomy هو the most dependent part بتقدر تشيط كل الصبرات عن الكلور تمام؟ البرانage retinatomy هو تكنيك هاي وحل انه مساعات يحصلنه complications زي ممكن يحصلنه PDR بس PDR ما اللي بتحصل لو انت عملت very heavy laser تحاولك انت البرانage retinatomy يعني انت محتاج very faint laser لو انت محتاج laser من أسفل انه هو بصير بريك في الكل الطريقة التانية لما بطلت مستعمل PDR بداروا اللي هما يستعليحه ينجبت البرفلور كاربن وهو heavy redline water بدأ يزوء الفلون محية البرانage تاعمل drainage من البرانage التكنيج ده تبيز ماشي الحال عيبه حد كائن في وقت مظرين الحاجة الاورنية انما كنت علشان تدريم كل البرفلور كاربن لو عندك traction anterior او عملت manipulations ممكن بابل تخش من البريك تحت البتنة وهي تحت وقت تصل للماكلة فده واحدة من اللي يقول الحاجة التانية الكوست الحاجة التالتة انت متأكد انك انت شد يعني عمرك متأكد انك شدت الكرف والكاربن كله بس هل بتلاقي داني انا عندك تزيديو مش تاهم بس هل بتلاقي وزيديو كاربن طيب الفكرة التانية انك انت تدريم من البريك نصر الفكرة نعيبت عشان حاجم ولا حاجم طيب الفكرة التانية انت تدريم من الوريجنال بريك المكان ما الفلويد دخل من المكان ما الفلويد هيطلع عشان تدريم من الوريجنال بريك لو هو بريك واحد هتلاقي معظم الفلويد هيطلع بس مش كل بريك لو انت كده بصابة مكان انما لو انت خليت البريك ده هو الـ dependent part هتقدر ان انت تدريم منك تمام؟ هتدريم منه كله في الأغلى بأخذ ريك بريك بريك بس شوية تريك كده انك تعمل ازاي تخليت الـ dependent انك انت تتلق البلوك يعني انت عندك انت ماسك الـ instruments بتاعتك والتل بتاعك تنبل هتحوض البلوك تنبل تل بتاعك نيزل هتحوض البلوك نيزل تل بتاعك فوق هتطلعين لفوق في نقطة هنا برضو مهمة ان دايما ان ما تعمل اي عملية في التركتوني طب حتى فيه كل هتلاقي دايما في تندنسي في تندنسي ان راس العين للعين تبقى مرفوعا ما تبقاش فلات راس العين لازم تبقى فلات لان ده هيخليك تشوف فوق قد ما بتشوف تحت لو راس العين مرفوعا انت هتشوف تحت أبدا وتشوف فوق you can miss upper pathogen بصم في التركتوني انت ساعد بيبقى الحتة الفقنية وهي أصعب حتة بتبقى ما انتش عرف توصلها ما انتش شايفها كويس لما لو العين الراس بتاعته فلات هتقدر تشوفها العصر وهو مبدئين الراس بتبقى فلات وانت بتعمل تلتنج للبلوك او انت تعمل تلتنج للهات انك انت لو تيجي تعمل توقف كل حاجة ترفع من الاسكوب ويجيب أس العين بس العين الانيستس ويجيب العين ناحية تنزل الراس ويجيبه ناحية الابرس ممكن ترفع الراس لو تير تحت هلين هلين شوف الحالة دي الحالة دي من البداية للنهاية الستيل ستاك البيتراكتوني وبعدين البيتراكتوني دي من البداية متى الضواج خلق ولكن تتقوم بعمل البيتراكتوني شوف يمكن ان تقوم بعمل بتصريع التلتنج كيف يشف وبعد كده تكمل بـ Fluid Area Exchange تبع عمكت أول أو الـ Fluid لا بقى ما تخلص الـ Fluid وكانت موعدة على المعكام في الأول كان أفرد بولاس فرقنا على الـ Fluid Area Key وقضينا وعنكملنا الـ Fluid أنا شوية بـ Fluid لا بقى ما تخلص الـ Fluid أنا أعطيش الـ Fluid الأول بس تدامي يعني لو تدامي في اليوم تتدامي في الـ Diabetes كلام موضبط ناكي إنما في الـ Regmatation Statement الكلام ده مظبوط لو إت عندك الـ Tears قريب جدا من الكلا أو لو عندك الـ Tears وتلاقي تخش كل شوية إنما الضرورة بتاعتها إن أن عندك الـ Fluid Statement تكون تحتراتاً عالية وإنما أشارتاً من الكلا فاتم أعمل بـ وكمام ودي برضو بتعمل شايفين بعد أن تعمل Fluid-Fluid Exchange بعد ما تفضينا على الـ Fluid ما تفضناش كل حاجة تارينا أعمل Fluid-Air Exchange لغاية مراتاً أبقى الـ طيب سعال بيبدل عندنا Fluid وأقف كرية محمود أو سعال بيبدل عندنا Fluid سعال بيقاعد أعملنا صبراتاً لـ Fluid طيب لو عندك صبراتاً لـ Fluid عند الماكلر أريا عادةً بتبقى عند الماكلر أريا بسببها تاني يوم هتروح لأنك خلاص قافر الـ Break و طيب خلينا نتكلم على الـ Fluid أصلي Fluid مرتين تمام؟ ممكن يصلك Fluid ممكن يصلك Fluid بس أنت هتشوفه On Table يعني هتشوف الـ Configuration بتاعت الماكلر On Table ارجع تاني للـ Fluid وعمل Fluid Air Exchange وعمل خلي التير مور فوقها سوف تنفوت خلان يوم على وشو يوم لو ترى عندك فوت لو ترى عندك تحتك كنا هينام أكتر من يوم مالذي حصل؟ السنة يوم بساعة عشان نوارت الفيديوارت محفولة تكت اه اوكي دي خلصنا أتحارب حضراك هاي ست توري الفلوت نيدل اللي عملنا نحيكي الفلوت نيدل اه لا ما احنا تباكي خلصنا الحالة دي ويقول الحالة اللي بعدها مالذي احنا من كانت الحالة اللي بعدها دي اللي هي بتركتم بالكامل من أولها لأخيرة بتام الاختصار للخطوات تمام؟ ودي برضو انا بعمل Fluid Fluid بكمل Shaving يعني Fluid Fluid Exchange مرتبط بالShaving برضو وهنا هو برضو احنا اه هنبتلي برضو بالFluid Fluid Exchange دي المنطقة كلها وعملنا على قد ما نقدر بس عشان نعمل مور تلتي للFlow وبدلنا مكان الفلوت نيدل عشان نزهب الفلوت نيدل ناحية ذاهب مرتبط تمام؟ و بعد مقضيت على أل دمانضب فالFluid Air Exchange أكمل بقيت مقاملها بفسط بس اك حسنا كل دا بيستنى كل ده اه وساعد بعملها بالبتراكتونيكرو لو في بتراس كتير وفي بتراس كتير ومعملها بالبتراكتونيكرو بس قولتني بالهدامة اه ساعد بساعدنا كل ده او انا خلاص ظبطت الناس بخبص بتراس ساعة تمام؟ والذي الليزر كان باين انه في المنطقة اللي هي فيها ال-X-Type في شركة في حاليا وهنا برضو بحيكتوني وبعدين نروح حتى باين هنا في Pisterial Displacemental space باين يحتى ل發 pública وبعدين هنعمل Fluid exchange م reck The fluid phial exchange حسناً بس ده اللي بيتعمل بصور ساعات حتطل عين ايه هتبقيتني حلاء واملناه وقلك عليه واجه بالراس ربكتبين اه اتو منازل الراس اتو جايب الراس تمبرل اتعاوز انتير ابر تمبرل فانت حتعمل تفتنج ابر تفتنج وحتعمل تمبرل شفت للهات ومعين وبعد انتكمل ال ايه الاخر دي انت انت اوز تقلل الحاجات اللي انت تستعملها وتستعمل يعني انا بحب استعمل على ادوان غريب بس مش معنى كده انطور التانية ببط كمان كده فلصتها بعدين اشوف البعادين هنا برضو هادي الريت هاو هادي الريت هاو بعدين خلصت بقاب نعمل الشايفين بقاب نعمل الشايفين برضو هنعمل ساعة الشايفين بقاب بيطابل ومقررش فعلا نشيل كل البترس ويبضل يدايقك ودي حالات اللي انت بتحسن نتهم الدينيج بالDetractively Prove ساعت برضو دياثيرني ممكن يوسع لك الإنجس بتاعت البيت ويساعتك أفتر هل بيفي معانا اللي كانوا يبقى باسك ان هو يسحب أفتر من الـ والله انا حسيتش بفرق يعني انا بما عمل بالDetractively Prove ممكن تفيعش هل حسيتك محسيتش في وقت من الأولاد من الـ اللي كانوا يحفت بطول ده نحتاج إنه يبقى زين بالله طبعا اياك كنت أقولها بس فقط قدرت تسأل بس مثلا في السانة اللي فايتت عملكت 2-3 درينيج لتنه بس انا حتحط سيليكون عندك فلود كتير منتش قادر تستمت سليكون الزيادة اللي انت حتحطه لو الفلود كتير ومنتش عارف تعمله proper drainage بسعادة الكونتور بتاع البلوم يخلي التكنيج ده مايشتغلش بسعادة تعمل دريج بسعادة دريج رتنات الماليها باعترنية وصغيرة قوي ماخنش باعترنية 5G نيدل ادريج عرصل برضو انتبقى الـ OTS wire على قبل مقدر والليزر اليدو باشوفه بالعافية تمام؟ بسعادة هتفضل باس بتاعنا دريج هتفضل منالك تحط دي بسي تاك اه اوه برضو خلقت الـ PST لما حشي مثلا بيبقى عندك لود في البريفين ومشيدي عشان كادي يحصل سليبش في البريفين تمام؟ هنا بس كان بيوري الـ 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 بعد ما بتعمل لو انت يعني بعد ما بتعمل بتلكل كومي ويمكن تكمل الـ 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 حالك ويناء الـ الـ الدينة الـ 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 الانت أنا ما شميه عند الليالة تكنيجا من جسدنا عند الإنتجتال البطل أه وأنت بتشوفه كمان الجبنة دي خلاصة طيب دي حلب بردو كي نقط هنا من المنائلة على الفيديو الوباستيس ميديا وباستيس ميتحكمش على ميديا وباستيس في العيادة لأنك انت في العيادة انت بتشوف من سليت لام ومتخيل انك انت هتشوف بمور السليت لام إنما هتشوف بمور السليت لام انت بتشوف بإندولايت الإندولايت ده يرجي لك كثير جدا من من الأرورس بسبب 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 من الوباستيس لانس زي دي اه تعمل بتريكتومي هذي جدا انا مرحب الشاشة اعمل كاترك مع برغماتجنس بتريكتومي اه ممكن تعمل بتريكتومي لو عندك عمال حاجة كتير جدا كورنيا دوباستيز كورنيا دي كمفانسيشن حاجات دي كلها بدل ما تعمل تكنيك تلاتوبلاستي مع بتريكتومي اعمل بتريكتومي ورجع الاتنافلات وغاز باقي شاكتومي باقي شاكتومي فاعدوس أوليكم هنا البيو عامل ازاي ده البيو من من الوباستيس ها ودي تير كبير وبايق بايس اوي تمام برضو شيفين في نفس الموطنة كنتي متاتير على لاتيس مش كل لاتيس بيعمل بريك وانك انت تعمل ليزر على كل لاتيس تشوفه مش هيننا ليعمل بريك كل الناس بشيلي في البي بتاع ال كورنيا 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 باقي شاكتومي باقي شرعش كورنيا في السة كان دولور في اللي كانت فاكتش دي في نامة ثاني جاكت اه وقت اه كان هو بجمع ميت حالة اه وكان بيتكلم عالشيبينج اينا هم هم متنوز مهدونة اه يعني شيفينج خفيف مش مسجلس اه الناس كورنيا كنتي انت في قناة هم متنوز انا اعملoses البراج وسو الشرق ان اعمل باراج الرائعان بعد اعين بعد سبع سنين جاي في بريد سغير ع FDisbands طفят ان اعمل باراج وليد مصادره فقالتل اعمل ر sommes وسو الشرق ان اكعمل باراج بس شرق ان اكعمل باراج بين ال حتى ي 198 صاحب خصوت الرائع والحتي الح Melanie تمام قد وقعد الليزر ماشي عند الحديث فيها بسيس الطي لوجه هنا في سلطر في السكرين فالتصر لسا الله أكبر ولا أكبر هيا الليزر اللي أكبر ولا أكبر ده الليزر اللي بيحمله بيه الكاترك دي حسنا نضورو ها يفعله أمامه حانه كانوا عالدفكت نزالوا الثباتة من فلويد و النام تمام؟ تمام؟ المعرفة تحت المعرفة تحت المعرفة تحت و الأسفل و الأسفل عالشان الجاس لو تير تحت و فيه فلويد التعاوستامي فلفي الى الهاز مكلافوند فقط أخرى لاريض انتبهى للأثيار وانا ولتعاوى ونففون باور مباشرة أو لرد عاوى هذا في شفر وانا ولتعاوى افتترك الانتبهى للأثيار لأسيار اوهاما الوصلة للأثيار من حياً ما تتخلص أسوالنيم شكرا